ترأس غبطة الكاردينال بير باتيس سابت سبع لبطلولك القدس للاتين قداسا إلهيا تم فيه منح الرسامة الشماسية لسبعتين من الشمامس المنتمينة إلى الفرانسيسكان وفي عدة القداس الذي أقيم في كنيسة دير المخلص بالقدس خاطب غبطته الشمامس الجدد وقال ستقتربون من الإفخارستية بطريقة جديدة إذ أن الاحتفال بها يعني عيش خبرة الفصحي وتمجيد الله على عمله الخلاصي وأوضح الكاردينال بات سبالة أن محبة الله التي أظهرها يسوع بموته وقيامته ليست فكرة أو قصة أو خيالا ولكنها خبرة حقيقية يمكنها أن تصل إلى الجميع وأن الكنيسة هي جماعة من الناس يختبروا حياتهم مع يسوع القائم من بين الأموات ويعلنون فرح لقائهم بالمسيح وختم غبطته بالقول إن وجودنا واحتفالنا بعيد الفصح في القدس يعني أن نكون قادرين على المغفرة والانفتاح على الآخرين ومهتمين بجراحات المسيح التي تمثل معاناة الشعوب وجراحها وآلامها وهي فرصة للفرح لحياة جديدة